أذهب إلى الظهران وموفا دون لايف إلى هناك الزميلة محمد الشغلي محمد أهلا بك إذن ما هي ردود الأفعال لديك بعد ختام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية أهلا بك رغضا وأهلا بمشاهديك الكرام يمكن ردود الأفعال كانت قوية بعد كلمة رئيس عبد الفتاح أسيسي وبعد الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لدعم نضال الشعب الفلسطيني وكذلك دعم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دعينا نتحدث منذ بداية الجلسة منذ أن بدأت الجلسة في الساعة الثانية والنصف توقيت المملكة العربية السعودية بكلمة جلالة الملك محمد أو عبد الله ثاني ملك الأردن ورئيس الدورة الحالية قام بتسليم رئاسة الجلسة طبعا للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين تحدث في بداية حديثي عن أو قدم تقريرا عن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وإنجازات وقرارات التي اتخذت في القمة الماضية في البحر الميت بالأردن وما تم تنفيذه حتى الآن من تمسك المملكة الأردنية الهاشمية بقرار حل الدولتين دعم القضية الفلسطينية حتى النهاية وأيضا كان الدعم واضح من خلال العديد من القرارات وكذلك دعم الوضع في سوريا في جينيف وأستانا والمصار الحل السياسي في سوريا وأنه لا بديل عن الحل السياسي وهذا ما أجمع عليه غالبية القادة والذين تحدثوا في الجلسة الافتتاحية رغدا أيضا تحدث أو أثنى على التطورات التي حدثت في العراق وتطورات الإيجابية بانتصار العراق على تنظيم داعش الإرهابي كذلك تحدث عن الأزمة الإيرانية أو توسع النفوذ الإيراني في المنطقة وأنه يجب مواجهة هذا التوسع الإيراني بطريقة أو بأخرى بالعمل العربي المشترك تحدث بعد ذلك خدم الحرمين الشريفين الرئيس الحالي للقمة العربية وأيضا أكد دعمه على العمل العربي المشترك من أجل نصرة القضية الفلسطينية ومن أجل نصرة الشعب السوري وحتى تعود الاستقرار ويعود الاستقرار برة أخرى إلى المنطقة خدم الحرمين الشريفين قدم 200 مليون دولار دعم لإنضال الشعب الفلسطيني 150 مليون دولار دعم للأوقاف الإسلامية في القدس وكذلك 50 مليون دولار دعم لي وكالة الأونروا كذلك أطلق على هذه القمة القمة التاسعة والعشرين قمة القدس تحدث من بعدها أيضا رئيس الفلسطيني محمود عباس وأثنى على كل القرارات التي اتخذتها المملكة ودعم المملكة العربية السعودية كما أثنى أيضا على دور مصر في تحقيق المصالحة وما تم من محاولات لتحقيق مصالحة حقيقية على أرض فلسطين بين القوى الفلسطينية في القاهرة نعم شكرا لك محمد أشاد لمفادة أونلايف إلى الظهران حيث مقارن عقاد القمة العربية في دورة التاسعة والعشرين ترجمة نانسي قنقر